جر جر الجزائر التي تستعد لاحتضان الاحتفالات بالدكة الخمسين لاستقلالها تسجل قفزة نوعية في رحلة بحثها عن مرافق عمومية ضمن ارسال هياكل قاعدية تجعل من الجزائر منارة للاصلة والتمدن انطلاق اشغال تهيئة ود الحراش يندرج ضمن استراتيجية انتزاع مكان مرموقة للجزائر العاصمة لتصبح بالفعل لؤلؤة المتوسط مسابح مساحات خضراء ملاحة سياحية ممرات للتنزه ستنجز هنا بغلاف ملي يقدر بـ 38 مليار دينار في انطلاق اشغال يعادة الاعتبار الى هذا الحراش يمتد على 18 كم داخل الولايات الزائر وهذا الاعتبار دخلها في المخطط الشام اللي قامت بيه الولايات الجزائر العاصمة حيث فيه برنامج انطلاق ويمتد حتى الـ 29 المسحة الجمالية التي تسعى الجزائر لكسبها تندرج ضمن الحفاظ على اصالتها واستراتيجية تهيئة خليج الجزائر الذي يقف شاهدا على عمق وتجدر الجزائر في التاريخ وهذا الحراش هو جزء من النظرة الشاملة كاملة لعادة الاعتبار لولايات الجزائر فيها نظرة استراتيجية من 2012 الى 2030 هذه اول مرة لفيها نظرة استراتيجية فيها استراتيجية تعمل وفيها نظرة بعيدة المدى اعادة النظر في حيكلة الجزائر تشمل موجة فقط الوسطى الجزائر ولكن الوسطى وكل البلديات المجاورة للجزائر ولتهيئة ودي الحراش لاحتضان المشارع السياحية الجديدة انطلقت اليوم كذلك اشغال انجاز الشطر ثامي لمحطة تصفية المياه القادرة لبرقي التي تصب في ودي الحراش وودي الحراش اليوم في صورته الطبيعية نتعرف عليه مع الزميل الياس خديجي في هذا الرابورتاج انطلاقا من منبعه بعالي جبال ولاية البلديات ليصب في البحر الابيض المتوسط بالمقطع الازرق يلتقي ودي الاخرى ووادي مقطع في نقطة واحدة ويشكلاني ودي الحراش على طول ستة كيلو مترات تأخذ المياه مجرها متجهة نحو حمام ملوان اين تبقى الطبيعة تخافض على نقاء وصفاء مياهها التي تستغل حتى اليوم في الاستحمام والاستجمام لدى عبوره بمنطقة تباينة جزء من وادي الحراش يوجه للريد وادي الحراش يبطي تقريبا حوض ايديوغرافي تقريبا اكثر من 1500 كم موضع من 900 كم كاري وان المنسوب انتعه المعدل اكذاك يلحق تقريبا الى 90 الى 100 مليون متر مقاعب سنويين اليوراج هذا من اجل سقي سقي كل منطقة المتيجة الوسطى على تقريبا المساحة الاجمالية هي اكبر من 17 17000 اكتار استغلال الاراضي الفلاحية المحاذية للوادي يساهم في تلوث مائح جراء استعمال المواد الكيميائية والاسملة اضافة الى مياه الصرف الصحي النجم عن التجمعات السكانية والنفايات السامة التي تلقي بها المصانع سماء نسكبار يحكي ريها سماء كان بيع ما الوقت شو تقويت يا اخو معاك تعرف ليراوي ساهم في التلويت تعالى بروبلم برودويشي مكلي يا عبدالله هنا سيطل برودوي الفضل التعوهم هاتك وما ليوصلوا له الريحة هذه على طول 67 كيلومترا واد الحراش ينطلق بمياه عذبة وينتهي به الحال في البحر الابيض المتوسط على هذه الصورة وهنا تتجلى همية مشوع تهيئة واد الحراش للقضاء نهائيا على التلوث والقذورات والروائح الكريهة واستبدالها بفضاءات خضراء ومرافق استجمامية حرية جرجار مشروع تهيئة واد الحراش من المشاريع التي كانت تعد ضربا من الخيال لدى سكان العاصمة خيال سيصبح حقيقة في ضرف ثلاث سنوات عن طريق معالجة مصادر التلوث بتصفية المياه القادرة التي تصب في الواد والقادمة من قنوات صرف المياه المنزلية والصناعية هذا الواد راح يعرف في شهر اللي رانا فيه شهر جوان 2012 انطلاق أشغال ضخمة للتهيئة بالقضاء نهائيا على المشاكل اللي كان يعرفها في الماضي ود الحراش الأشغال تنتهي في شهر ديسمبر 2015 الأشغال هذه تتمثل في توسعة الواد يتم كذلك في وسط الحراش وفي حي الطرواكار إنجاز جدار واقي على طول أبع كيلومترات وعلى علو 9 مطار كذلك للقضاء على الفيضانات نقوم كذلك بنزع النفايات الموجودة في أسفل الواد وبهدف معالجة المياه القادرة المنزلية انطلقت أشغال وشطر ثاني لمحطة تسفية المياه ببراقي الأشغال راحي انطلقت منذ شهر ونصف وإن شاء الله من على 32 شهر تكون تم استلام هذا المحطة نذكر أن الشركتين الكورية الجنوبية وكوسيدار هم اللتاني سينجزان أشغال تهيئة ود الحراش